يا الله يَا أَلَّهُ وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجا فديوم احنا كنا ندرس قرآن تجويد في اياء اوائل شبابنا مولاو اوائل دخولنا في هذه الابحاث انا درست التجويد بشكل دقيق وعميق درست التجويد من عمر 12 سنة 13 سنة ايه ايه اكو اه مقبرة الشيرازي في الحرم الحسيني ما ادري الاعزل اللي رايحين للصحن الشريف من ينزلون من باب بل ايه الباب اللي مقابل الحسينية الطهرانية اللي انا ما ادريش مسميها مولانا عرفت شون من ينزلون ناك الباب اللي هي بعد باب القبلة باتجاهها بالفضل عرفت شون من تنزل اول مقبرة اكو يسموها مقبرة الشيرازي يعني مرز الشيرازي كبير كلهم ناكا متفونين فاحنا درست تجويدنا كان هناك ايه فديوم مولانا وصل الامر انه اثنيا امن كانوا واكفين جنو على الباب فاللي يريد يجي الى الدرس التجويد لفلان لابد جنو ايه يمر بهذهل وينعرف جيدا انا اخ شفت يوم درسنا مولانا اماتي انا يشوفون من الازماء اللي تدخل من الازماء اللي تخرج اعزائي كان الكلام في تحريف القرآن الذي اشرنا اليه اتمم البحث اذا تذكرون قلنا بان المشكلة في المحدث النوري انه جمع روايات التحريف من غير اساس علمي والعبارات التي قرأناها من السيد الامام في انوار الهداية تكشف بوضوح انه لم يكن من اهل التخصص في هذا المجال على خلاف ما هو المتداول في اذهاننا انه هو محدث قوي يعرف كذا كذا وان كان تلميذه اغابو زرق الطهراني لا يوافق على ما يتهم به استاذ المحدث النوري اغابو زرق من تلامذة المحدث النوري ولذا حاول محاولات متعددة للدفاع عن استاذه هاي الاعزاء اللي يدخلون هاي المداخل حاول يعرفونها لان تدرون الان واحدة من اهم الامور التي تأخذ على المذهب ما كتبه في فصل الخطاب في اثبات تحريف الكتاب واحنا باقين الان هين دافع بسبب هذا الكتاب مناسب جدا الاعزاء يراجع ما ذكره اغابو زرق الطهراني في الذريعة وما ذكره في حواشيه على مستدرك الوسائل بحث هواي مفيد ومفصل في الذريعة شفت الوقت كثير يأخذ فقط اذكر المصادر الاعزاء ان شاء الله يراجعوه في الذريعة ذكر ذلك في الجزء الثالث صفحة ثلاثمية وثلاثمية وثلاثمية واربوطعش وفي الجزء العاشر صفحة ثمانية وسبعين وتسعة وسبعين وفي الجزء السادس عشر لأكثرها تفصيلا صفحة مائتين وواحد وثلاثين ومائتين واثنين وثلاثين وخلاصة ما ذكره في هذه المواضع الثلاثة ما اشار اليه في مقدمة المستدرك هناك يقول في الجزء الاول في ترجمة المؤلف صفحة خمسين وواحد خمسين ذكرنا في حرف الفاء من الذريعة باعتبار انه فصل الخطاب يبدأ بحرف الفاء عند ذكرنا لهذا الكتاب مرام شيخنا النوري في تأليفه لفصل الخطاب وذلك حسب ما شافهنا به وسمعناهم من لسانه في اواخر ايامه الناقل ثقة بل عين مثل اغا بزرق الطهراني ودينقل مباشرة بعد ما عندك وسائط متعددة هو دينقل وهو دينكتب ايضا مدقل بانه دينقل على اغا بزرق ماذا يقول يقول كان يقول رحمة الله تعالى عليه اخطأت في تسمية الكتاب هذه مهم اعزائي انقلوها للناس انقلوها للشيعة انقلوها للطرف الاخر حتى يعرفون بانه الرجل سكتب شيء ولكنه هو اقر بانه ماذا اخطأ اخطأت في تسمية الكتاب وكان الاجدر ان يسمى بفصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب مو في اثبات تحريف الكتاب من دينقل اغا بزرق دينقل هذا المعنى عن استاذه لاني اثبت فيه ان كتاب الاسلام الشريف الاسلام القرآن الشريف الموجود بين الدبفتين المنتشر في بقاع العالم وحي الهي بجميع سوره لم يطرع عليه تغيير تبديل زيادة نقصان الاخر هذا خلاف المشهور على الاسن الى ان يأتي في صفحة واحد وخمسين الحاشية طويلة صفحتين اعزائي انا اقرأ ما احد هذا ما سمعناه من قول شيخنا واما عمله سلوكه العلمي ماذا كان هل كان يعتمد الروايات الضعيفة السند المختلة الدلالة المضطربة المتن للاستناد او اسان لم يكن منهجه قال واما عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد في مضامين الاخبار وزنا بل يراها اخبار احاد لا تثبت بها القرآنية بل يضرب بخصوصياتها عرض الجدار هذا الذي عهدناه ممن من العلامة من العلامة غابو زرقل طهراني انه عندما كان يأتي الى الروايات المخالفة للقرآن ماذا يضرب بها عرض الجدار وهذا هي سيرة السلف الصالح من اكابر الامامية كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي وامين الاسلام الطبرسي ولم يكن العياذ بالله يلصق شيئا منها من هذه الروايات التي تقول ان القرآن محرف يلصق شيئا منها بكرامة القرآن وان الصق ذلك بكرامة شيخنا من لم يطلع على مرامه يقول شيخنا الان متهم في الاوساط الشيعية انه قائل ماذا بتحريف يقول واقعا هؤلاء جرحوا كرامة شيخنا ولكن الشيخ ما كان يسمح لاحد ان يمسى ماذا كرامة القرآن هذا البحث ايضا راجعوه ومفيد جدا للاعزى اللي عادة يواجهون مثل هذه الاسئلة جيد هذا تمام الكلام اعزائي في العامل الاول من العوامل الخارجية اكو هناك نتائج اخرى لان الاخوة تذكرون نحن بدأنا هذا البحث لعله في الدرس اربعين قلنا العوامل الخارجية التي ادت الى اختلاف الاخبار والاحاديث وتعارضها العامل الاول ان نقل بالمعنى من قبل الريوات والان تقريبا عشر دروس كافي اتصور اكو امور اخرى ولكنه نحاول انه قدر ما يمكن هذه الدروس الباقية هذه السنة نقف عندها العامل الثاني في العامل الثاني اعزائي هو تصرف اصحاب المصنفات الله هذا الباب عجيب لو ينفتح واقعا غلقه مو فقط بعد لا تعرف له اخر سابين ماذا فعل المصنفين عندما نقل الرواة الينا اعزائي سنة وشيعة بلا فارق نعم الظاهرة عند السنة وخصوصا اولئك الذين بتعبير المعاصرين المؤدلجين يعني هو عند مباني عقدية سابقة فعندما يأتي الى الرواية يجد ان الرواية تنسجم اما مضمونا اما لفظا اما اسما مع مبانيه او لا تنسجم لا تنسجم فهو ماذا يفعل حفظا هو باعتقاد هذا يسوي عمل خدمة للنبي حفظا لكرامة النبي يبدل بعض الالفاظ اصلاح يصلح الرواية روايات افترضوا موجودة في ذمي الخليفة الاول في ذمي فلان وفلان ناسا مريد نجيب اول او ثاني عشرات الموارد احنا جمعناها في البخاري عندما يأتي الى الاسم يقول فلان يحذف شنو هسألوا تسألوا على اي اساس انت يقول يقول لي انه ثبت عندنا باليقين انه شنو ان رسول الله كان يمدح الصحابة يعطيه اذا هذه الاشتباه ممن من الراوي فلابد من احفظ كرامة منه كرامة رسول الله فما اذكره عندنا من هالشكل ولهذا تعالوا اجعلوا هذا العنوان تصرف الراوي او الذي يكتب الحديث باعتقاد انه ماذا يصحح الحديث هسا شنو منشأ هذا مناشئ متعددة اعزائي وحدة من مناشئة ان اللي دا يكتب افترض البخاري اللي هو دا يسمع من الرواة يقول هؤلاء ماذا ينقلون لنا من كتاب لهم وانما دا ينقل شنو معلوماته فلعله اجتبه فلعله وقع تصحيف فلعله وقع تخليط فلعله وقع توهم ولذا انتو الاعز انظروا كتب الرجالية الموجودة عند الاخر عندما ينقلون روايات من رواة ثقات ومشهود لهم بالوثاقة والعلم ولكن ينقل روايات في فضائل ماذا اهل البيت ويشوف هذه تنسجم مع المباني لو ما تنسجم يقول ثقة صدوق ولكن كثير الاوهام كثير الاوهام شنو يعني يعني تخليط المتن عنده يعني لينسبها الى الشيعة نسبها المن هذه انظروا في كتب الرجالين عشرات الموارد صدوق ثقة علم ولكنه كثير الاوهام والعكس هنا وهو انه هذا من يجي ينقل البخاري او مسند احمد او ابي ماجه هذا ولا باعتبار انه بعدهم الذين ذهبوا وجمعوا الروايات شون كتب كتب اللغة عندنا بعض اللغويين هذول المتوسطين ومتأخرين لا قيمة لكلماتهم عزائية كلها اجتهادات كلها حدس نحن لابد اذا رد نرجع الى قول اللغوي وحجية قول اللغوي لابد الى من نروح الى اللغويين الاوائل الذين هم ذهبوا الى البوادي والى اصحاب اللغة وجمعوا اللغة ومع الاسف الشديد ومع الاسف الشديد الان في اكثر الكتب الفقهية ان لم اقل جميعها يقول انظر قال لسان العرب لسان العرب مو حجة عزيزي لسان العرب شن هو اجتهاد مثل ما انت ابن داود الان في الرجال رجال ابن داود حجة لو مو حجة يقول له مو حجة لماذا لانه ابن داود او تصحيحات وتوثيقات العلامة تقبلين لو ما تقبل لكل اجتهاديات ولذا نحن عندما جئنا ان شاء الله هذه الرسالة الثلاثة الثالثة ستخرج اخيرا قريبا ان شاء الله وهو هل ان لخمسة ارباح المكاسب اصل قرآني راح تسوينا ضجة متى لانه ثبتنا انه ما بيأصل قرآني هذي ناك قلنا بانه هذه غنماء للمتأخرين قالوا تشمل ارباح المكاسب ولا كل المتقدمين لا يوجد عندهم يقولون الفوز بلا مشقة والحجية لقول من كما في تصحيحات الرجالية كما في الكتب الفقية الحجية لمن للمتقدمين مو للمتأخرين والمتوسطين على الاحوال هاي الكتب اللي احنا ننقل عنها اعزائي الكافخ هو ما نقل عن كتاب قبله الكافي شنسوا هو رايح جامع عن هذا البحار شنسوا ها هو رايح جامع بكتب هذا 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 مصادر ثانوية من الناحية العلمية المصدر الاصلي الهو قيم البخاري هذا ما نقل عن كتاب هو رايح شنو جامع احمد ابن حنبل في كتابه مسند احمد ابن حنبل اللي حدود بي سبعة وثلاثين الف رواية اللي هي تعادل مجموع كتبنا الاربع اعرفت شون يقول هذني انا نقحته من سبعمائة وخمسين الف رواية كنت اسمعها من الجميع سمعتها البخاري يقول نقحتها من خمسمائة الف رواية هاي الاربعة الاف رواية وهكذا وهكذا هذول من شان يكتبون الحديث اعزائي يخلي ذهنه كمي من يجي يكتب الحديث فمنين يقول لهذا الراوي الحديث السند شنو ما بيشكال بس يباو علمتين يشوف اكو كلمة في المتم تنسجب مع القواعد لو ما تنسجب مع القواعد شي سوي شي سوي في علم اللغة درستم انتم في النحو شنو وحدة من الامور اللي موجودة في النحو والصرف يقولون التصحيح القياسي يقول هذي اذا ريد انصحح الكلمة لابدها الشكل يصير بحسب القياس هو هماتين يسوي تصحيح للرواية شنو تصحيح قياسي يقول مقتضى الروايات الموجودة هاي لابد الكلمة هنا ش تكون مو هالشكل لابد تكون شنو هالشكل فيبدل الكلمة تقول شين نصير النتيجة النتيجة عزيزي انت بعض الاحيان يبدل الكلمة بعض الاحيان يزيد لفرشي بعض الاحيان نقص فرشي نجي ندخل للروايات تقع بينها التعارض زيادة ونقيصة واختلال الفاظ ونحير احلم هذا اللي اناقل لياها كما وردت عن النبي او وردت عن الامام والله ما عدي مشكلة بس هو باعتقاده شنو رادي يخدم النبي او الامام فبدل له الكلمة ما تذكرون في قضية لا ضرر ولا ضرر عدنا فأهم المشاكل مشكلة تعارض الروايات زيادة مع روايات النقيصة بعضها على مؤمن بعضها في الاسلام بعضها لا ضرر بعضها لا ضرر في النتيجة يقينا رسول الله قال شنو لانه هي قضية في واقع وقال ها انتهت القضية قاعد هاي شنو السبب السبب ان المتأخرين من بعده كل واحد ايجا شاف بابا خم ما يصير باعتبار القواعد يقول الاضرار بغير المسلم جائز اصلا شذب عليها اصلا سقطه طيح حظموا لنا هذا في الفقه موجود بعد اصلا اتهمه مواشك اللي يقولون اذا ليش لا ضرر ولا ضرر اصلا انت من النواصب افعل كذا وكذا ما رد اذكر له انه يسجل وعندما يجد لا ضرر ولا ضرر يقول له ما يصير مطلقة هذه لابد شنو ان الراوي ما ما ذكرها كاملة هو شي ضيف له على مؤمن ما ادري واضح القضية وهذه لها باب عجيب لو فتح واقعا سيغلق لنا دائرة واسعة من تعارض الاحاديث لانه في الواقع انت من تروح يشوف بانه هذا ما تصرف وانا الحديث بالاصل شنو ما بها الكلمة ما بها الزيادة ما بها النقيصة ما بها هذه الحرف الاضافي تذكرون في اية الكنز عندما رادوا يرفعون شنو شنو الواو ابو ذر سوي ليش لانه هاي الواو من تنجال كل البحث شي صير يتبدل عزيز ارجعوا له ارجعوا له تاريخ هسا اريد اضرب لكم فادي مثال هاليوم ترتيب الامالي اعزائي هذا الكتاب اخيرا هذه الامالي للأعلام الثلاثة الصدوق والمفيد والطوصي مجموعة في جامع محمد جواد المحمودي اللي اتصور مو مغنية عن ذيك ولكن هواي مفيدة باعتبار انه كلهن جامع في مكان واحد تستطيع ان تعرف وتقارن بيناتهم هذا الحديث موجود اعزائي في الجزء الاول صفحة 195 رقم الحديث مئة وستة وخمسين الرواية عن ابي عبد الله الصادق عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في خطبته ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهداء هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه من الاحاديث المتفق عليها شيعة و سنة خصوصا هذه المقاطع الاخيرة هذا الحديث اعزائي عندما نأتي الى مصادر الاخرين نجد انه تارة ورد بعنوان احسن الحديث واخرى ورد بعنوان اصدق الحديث ولكن له لا فرق بينهما الحديث لفظ الحديث شنو موجود على سبيل المثال في صحيح السنن النسائي مو النسائي اللي عادة تلفظ خطأا النسائي هذه مو نساء مو جمعا كذا هذه نساء اللي هي من المدن المعروفة الآن في ايران اللي هي النساء مو النساء فاحنا عادة ايش نقرأها ها النسائي هي مو نسائي هي نسائي مثل ما نقرأ الترمذي مو ترمذي هي مو عمي ترمذي وبيني وبين الله فلهذا مباشرة مولانا يدخل عليك بالخطة الفضائيات واضحة الآن يقول بابا هذولا اسماء علمانا ما يعرفوها ايشون تريد يعرفون شنو او بالعكس مع الاسف الشديد بعض الانتقرأ اسماء علمانا شنو تقرأها شنو خطأ يقول بينك وبين الله انا فرجع اقول لكم هو هذول ما يعرفون اسماء علماءهم هذول بينك وبين الله يطمأنوا اليهم ولذا اخيرا جناب شخص سعاد خوش كتاب جاء بنا وهو ضبط الاسماء كاتبين عندهم كتاب لضبط كل ضبط الاعلام عرافتوا شو كلها يقول هذه اصلا من شأها شنو وضعها شنو الى اقري يعني شنو ما اخذيه من المواقع ولكنه الحمد لله الان النسخة محصلنا هناك اعزائي في صحيح سنن النسائي الجزء الاول صفحة خمسمائة واثنعش اعزائي رقم الحديث الف وخمسمائة وسبع وسبعين قال من يهده من يهده الله فلا مضل الى ان يقول ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الامور محدثاته وشر الامور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جي هذا هنا ورد هنا وفي سلسلة الاحاديث الصحيحة اعزائي التعبير ما لا اعزائي بتعبير اخر في سلسلة الاحاديث الصحيحة اللي انصح الاحزاء هذا الكتاب يكون بأيديهم المجلد الاول للالباني المجلد الاول صفحة 327 تحت رقم الحديث 169 كان يقول في خطبته بعد التشهد ان احسن الحديث ايضا بنفس البيان وهكذا اعزائي في مسندي احمد المجلد الثاني والعشرين صفحة 320 طبعا يكون في علم الاعزاء شوفوا الكتب التحقيقية مالتهم اخيرا بهذه الطريقة وهي مسند ان مسند احمد في ست مجلدات لعله الاعزاء معدهم في بيوتهم مسند احمد كم مجلد ست مجلدات ولكن الطبع اللي طابعها شعيب الارنقوت بتحقيقاته فبلغت 53 مجلدا شوفوا البحث العلمي اللي مش تغليه على شنو ها واحنا الكتاب ما اننا خمسمائة صفحة يحققوا يصير خمسمائة واثنائة صفحة لان كل شي ماكو بس عنوان دعولك وشغل ماكو باوعوهن انتوا يعجبني شوفوا تحقيق تحقيق شوف شاكو بالتحقيق هذا كل تحقيق كل رواية من الروايات البعض مراجعين نياهن لانو هذا الرجل من يجي ينقل هاي الرواية هنانا في الحاشية اربع صفحات يكتب هاي الرواية في اي الكتب وردت منو صححها منو ضعفها ما تنهشنو اختلافاتها شنو فينطيك عمل ما العشرين سنة ينطيكها شنو واحنا الى الان ما عندنا اي كتاب في الحوزة العلمية في قم فضلا مع غيرها انه صحة رواياته بعد اصول الكافية اعزائي ما عندنا اهم من اصول الكافية اقرأوا انت الكتب التي حققت اصول الكتاب اخر تحقيق صدر ما الدار الحديث الذي لا قيمة له لا قيمة له وتنباع ثلاثمائة اربعمائة الف تمام فقط قال لك اختلاف النسخة هاي النسخة منو قايل هذيك النسخة منو قايل هذيك النسخة منو قايل اما هذا الحديث منو صححا منو مضعفا على اي اساس مصحح على اي اساس مضعف هذا اي بحث ما موجود امامكم هذا كتاب كتاب اصول كافية وفروع الكافية والروضة اللي هو 15 مجلد اخيرا مطبو جيد يقول الرواية ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد الى ان يقول اسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه واخرجه النسائي وفلان واخرجه 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 احنا كل مصادر هاي سونا جمعناهن هو من يقول واخرجه وانروح شنو انطلح عد اللي ينفع شنو في هذه الكتب وهو انه يقول على شرط مسلم عد وين ينفعنا ينفعنا نباو السند فروايات اخرى ايضا بمجرد بنفس السند نقول رواية شنو هي صحيحة ما عندنا مشكلة علي الاحوال ينقل الرواية بها الطريقة هسا تعالوا خلوا ذينكم يمي تعالوا الى ابن ماجة ولذا اتفقت تقريبا كلمة علماء الشيعة والسنة يعني مصنفات الحديثية والمراجع الحديثية ان هذا الحديث وارد بعنوان شنو اما احسن الحديث واما ماذا اصدق الحديث هاي كلمة الحديث شنو محفوظ تعالوا معنا اعزائي الى ابن ماجة ابن ماجة في صحيح ابن ماجة صحيح سنن ابن ماجة للالباني الجزء الاول صفحة ثلاثة وثلاثين رقم الحديث ثلاثة واربعين يقول قال رسول الله اما بعد فان خير الامور كتاب الله اش تبدل ها احسن شنو الحديث راح واصدق احسن مراحل شنو المشكلة يعني ما معقول يعني لانه اتفاق اجماع السنة والشيعة ان الحديث شنو هو ان اللفظ هو حديث به لفظل شنو حديث هس اما اصدق واما شنو احسن النسائي هماتيانا في مكان اخر صحيح سنن النسائي الجزء الاول اعزائي صفحة اربعمائة واحد وعشرين ناقل الحديث بصيغة اعزائي احسن الكلام كلام الله ايضا لفظ لفظ الحديث هاي اهم شنو محذر اهنانا علماء السنة ارادوا ان يجدوا وجها فنيا لان الاجماع قائم ان اللفظ شنو ها الحديث اما احسن واما اصدق قالوا الوجه فيه هو ان ابن ماجا كان قائلا بقدم القرآن فعندما يعبر احسن الحديث هذه اللفظ الحديث يوهم ان القرآن قديم لو محدث بايهام ان القرآن ماذا شنو محدث فهذا ينسج مع نظرية قدم القرآن لو لا ينسج ان كلام الله مخلوق ان كلام الله قديم نظرية الاشاعر المعروفة ونظرية الحنابلة ونظرية الوهابية الان المعاصرين والسلفية كلهم يعتقدون هذا اللي مبحث الان فلذا اجه السوم الان كلمة الحديث السوال بدل وهذا مو انا اقولها يعني مو اقتراح من عندي صبح الصالح اللي خوش كتاب عنده في هذا المجال اعزائي في مالي صبح الصالح عنده كتاب علوم الحديث ومصطلحه هناك يقول اذا وجدنا في صفحة مية وستاش اذا وجدنا في جل كتب السنن ان احسن الحديث كتاب الله ثم لاحظنا تفرد ابن ماجة برواية احسن الكلام او خير الامور ادركنا انه ليس بمستبعد ان يكون الورع حمله على ايثار هذا التعبير هس متلاعب بحديث رسول الله صار شنو مولان صار ورع حديث رسول الله باجتهادي انبدله صار شنو ورع من ابن ماجة يقول ليس من المستبعد ان يكون الورع حمله على اثار هذا التعبير وكان اقل ما نستنبطه من ذلك ان في العلماء من تحرج من اطلاق اسم الحديث على كتاب الله القديم لنبي ايها مشنو وهؤلاء نسوا ان الله سبحانه وتعالى قال الله نزل احسن الحديث كتابا وهذه هي واحدة من ادلة القائلين بان القرآن ماذا محدث واحدة من اهم الادلة القائلين بان القرآن محدث ماذا هاي الاية قالت حديث يقول يقول بابا يقول لا بابا من اقل بي ان مقصود حديث يعني كلام مقصود الكلام ولكن قال الحديث حتى يضمنه معنى الحدوث ولهذا يقول ابن ماجة من إجال الحديث مقتضى ورعا سمعت ذاك أبو مريم المروزي مولان من رادي عدمو في زمل عباسي قال تعدموني ما تعدموني ووضعت في فضائل سور القرآن أربعة آلاف حديث قال له لا أي آدمي بتعبيرنا أي آدمي أخر لم تسمع قول رسول الله كان يقول من كذب علي فليتبوق مقعده من النار قال نعم قال خلق ليش كذبت عليك قال لم أكذب عليك بل كذبت لا مصلحت أنا شفت القرآن دا يترك بين الناس فريدت شنو أمشي سوق القرآن سوق الحديث شان ماشي والقرآن شنو مهجور بينك ومن رسول الله بطينا مجائزة عليها لأنه مشيت لشنو القرآن ما له هذولها ماتنا بحفس المنطقة وإطمئننا الآن ما إحنا عدنا لا تصورها سأمرد أذكر مصاديق لأنه الأذهان تروح إذن أعزائي المورد الثاني أو السبب الثاني هو أنه التصرف طبعا عمدا مو جهلا مو 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 اشتباها لا 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 يعني تصحيح عمدي عند ذلك لا بد أن تدخلوا ولذا افتحوا أعينكم جيدا إذا قرأتم رواية يقول لي سيئنا العملية يوم على يوم دا تعقدها أقول نعم هو العلم بطبيعة معقد العلم بطبيعة معقد أبو الله سبحانه وتعالى على أن يعطي العلم لأحد بلا مؤونه هذا العلم كل شيء تقدر تحصله شنو بلا مؤون نايم بالبيت يقول لك بابو شان عندك فت قريب بفلان مكان ترماته تارك لك خمسين مليون إرث غير محتسب ممكن لو ممكن يطلع من بطن أمه هو أمير وحساب يسن فتح له وين في البنوك مولانا الآن كل الأمراء في الدول الخليجية يخرج من بطن أمه أكو حساب إلى عدة حصة وين في النفط خلص ممكن أما ما يخرج أحد من بطن أمه ويعطى العلم مجانا هذا باب مغلق أعزائي الباب أو الأصل الذي أضيفه إلى الأصول الثلاثة التي أشرت إليها وهي أنه إذا أردت أن تتعرف على متن حديث لابد أن تتبع الحديث لتطمئن أنه وقع فيه تصحيح من البعض أم لم يقع حتى لو كان من قول شنو باللفظ لأنه هذه الخطبة الإمام عندما ينقلوها ترى ما ينقلوها بالمعنى عندما ينقلوها شنو باللفظ أنه كان يقول في خطبته يعني إذن بالمعنى لو باللفظ ها هذه باللفظ ولكن بيها إشكالية شنو إشكالية أنه بيها تصحيح إن صح التعبير تصحيح قياسي وهو أن هذا الرجل أحس بأنه التعبير الحديث يؤدي إلى ما يؤدي إليه والحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة